السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مع محمد نور النهاردة ان شاء الله هندخل على الحلقة السابعة من رواية غلة العجمي واللي احنا شفنا الاحداث تواصلت ازاي المرة اللي فاتت وكان ايه الامور العجيبة اللي ابتدت بتحصل والامور الغريبة هنشوف النهاردة مع بعض ان شاء الله الحلقة السابعة وايه الجديد في الاحداث اللي ساخنة جدا واللي في نفس الوقت استغربة ومستهجنة على مجتمعنا وحلقة تحمل الكثير من الاثارة والمتعة والإحداث والله العظيم يعني فيها تشويق غير عادي يعني اتابعوا معنا الحلقة ان شاء الله ونتعجبكم بإذن الله ونبتدي على طول ندخل في الحلقة عشان دراش وقت حضراتكو ندخل في الحلقة على طول النهاردة الحلقة السابعة من رواية بطاقة زاكرة يلا بينا نشوف أحداث هذه الحلقة استمرت اللقاءات المحرمة بين هاني وميسا لبضعة شهور وكانت بطبيعة الحال لقاءات يجرى فيها كل فنون المتعة الحرام والغريب أن سمير لم يكن يشعر بأي تغير قد طرأ على زوجته أبدا فلم تعد هناك تلك المشاحنات كالتي كانت تقع بينهما بكثرة داخل غرفة النوم ولم تعد تحاول أن تدعج زوجها مدعبات المغزى التي كانت تحاولها معه من قبل وحتى إن دعاها إلى مخدعه ليقضي منها ما يريد كعادته كانت تلبي دعوته دون ضجر أو ضيق ودون أي تعليق مثلما كان معتاد من قبل لقد أصبحت كمن كان يؤدي واجب عليه دون أي مشاعر أو إحساس لقد وجدت ضلتها في هاني فلم يعد يعنيها سمير في أي شيء بعد ذلك حتى جاء يوم كان لابد من مجيئه وهو يوم سقوط السطار نعم ففي ذلك اليوم سقطت ورقة التوت التي كانت تسطر كل أشكال القبح والخيانة والتي حجبت خلفها قيم الأخلاق والضمائر الحية وحينما كانت غارقة في النشوة والمتعة بين أحضان هاني وهي تتغنج بأنين لذة قد طاوت لها تحت جبروط وطأته حدث ما لم يكن يخطر لهما على بال حدث ذلك الذي لا يرد على الحسبان إلا حين يقع ففي الوقت الذي كانت ترتشف فيه بكل شغف رحيق اللذة المحمومة من بساتين المتعة الحرام وفي اللحظة التي كانت ترتع فيها من مراتع الإخارة المحرمة فإذا بها تفتح عينيها لتجد سمير يقف صامتا صامدا لا يحرك ساكنا وهو يصور بهاتفه المحمول كل ما يحدث بينهما من غدر وخيانة نظر سمير إلى زوجته الخائنة وأخيه الغادر وهو لا يذال على صمته في الوقت الذي نكست فيه الخيانة رؤوسها حاول هاني قطع ذلك الصمت هو يتلعثم في الكلام محاولا تبرير ما لا يمكن تبريره بأسباب ظلت طريقها إلى المنطق والقبول ظل المخدوع المخدور على صمته بينما أطلقت عيناه العنان لدموع الأسى والحصرة من هول ما رأى حاول هاني أن يتحبس مع أخيه لكنه لم يرد عليه ولو بكلمة واحدة فما كان من ذلك الخائن إلا أن ارتبى ملابسه وأسرع بالخروج من ذلك الموقف الرهيم تاركا من خدعها باسم الحب تواجه مصيرها وحدها في نذالة متوقعة ممن هو على شاكلته فهكذا هي دائما أفعال الخوانة خشي الخائن أي مواجهة قد تحدث بينه وبين عائلته فقرر الذهاب على الفور إلى أحد أصدقائه لو قيم معه بضعة أيام وقد علل ذلك لوالديه بأنه سيسافر مع بعض أصدقائه لإحدى المدن الساحلية لقضاء فطرة من الاستجمام بينما الحقيقة أنه لم يسافر لأي مكان بل ظل عند أحد أصدقائه بالقاهرة ليتابع ما يمكن أن يحدث بعد ذلك الذي حدث وفي نفس اليوم وجد والدته تحادثه على هاتفه المحمول وقد جاء صوتها ممتلئا بالحزن والتوتر وهي تطلب منه أن يرجع فورا إلى المنزل وعندما سمع هذه الكلمة هوى قلبه من بين أضلاعه وغرق وجهه في فيضان من العرق الذي انحضر على وجهه فجاء صوته خافدا مرتعدا وهو يقول لولدته لماذا يا أمي هل حدث شيء؟ والدته بحزن أما تدري تلك المصيبة التي حدثت؟ هاني وقد سقط قلبه من بين أضلاعه ما الذي حدث يا أمي؟ والدته ألم يخبرك والدك إلى الآن بما حدث؟ هاني والرعب ملأ كل كيانه وبتلاعث واضح لا لا لم يخبرني أحد بأي شيء والدته بأسها لقد دخل أخيك المستشفى هاني بانفعال واضح لماذا؟ ما الذي حدث له؟ والدته بمرارة وألم لا نعرف سوى أنه قد سقط مغشيا عليه وعندما أفاق وجدناه لا يستطيع أن يحرك يده وقدمه ولا يستطيع أن ينطق حتى ولو بكلمة ثم تابعت في مرارة واضحة لقد أصيب أخيك يا هاني بشلل نصفي ولا نعرف ما السبب في ذلك حتى الآن لكن الأطباء يقولون أنه من المحتمل أن يكون قد تعرض لصدمة نفسية كبيرة هي التي أدت إلى إصابته بالشلل هاني بحزن شديد لا حول ولا قوة إلا بالله سأعود حالا يومي والدته لا تتأخر فقد تتحسن حالته حينما يراك أمامه هاني والألم عطصره أرجو ذلك أرجو أن أكون سببا في شفائه ثم أرضفق في قرارة نفسه لكنني أعلم علم اليقين أن شيء من هذا القبيل لن يحدث لن يحدث أبدا ثلاث ساعات مضت وعاد هاني إلى المنزل لكن قبل أن يصعد إلى والديه مر على منزل أخيه دق جارس الباب وانتظر برهة فتحت له ميسى التي نظرت إليه بشيء من التقزز والاحتقار والندم قال لها هل أنت بمفردك ميسى نعم تفضل هاني ما الذي حدث ميسى هل تعلم أنني نادمة كل الندم على ما حدث بيننا هاني بالتأكيد أنني على يقين من ذلك ميسى لكنك لا تعلم أي شيء على أي شيء أنا نادمة هاني بالتأكيد على ما حدث بيننا والذي تسبب في إصابة سمير بالشلل المصفي ميسى لست نادمة على ذلك إطلاقا نظر إليها باستغراب شديد فلم يكن يتوقع مثل هذا الرد مطلقا ثم أرضف قائلا إذن على أي شيء أنت نادمة أنت ميسى نادمة على إعطاء قلبي وجسدي لجبان مثلك هاني بتعجب شديد جبان ميسى ما لك تتعجب هكذا نعم جبان ونذل وخاء وتلك هي أقل كلمات يمكنني أن أصفك بها هاني لماذا تقولين هكذا ميسى أحقا لا تعلم لما أقول لك ذلك هاني مصطنعا التعجب ميسى حقيقة لا أعلم صدقيني ميسى بضدر حسنا سأقول لك السبب هذا إن كنت في الواقع لا تعلم أنت جبان لأنك تركتني واجه سمير بمفردي وتركتني هاربا دون حتى أن تحاول البقاء للدفاع عني وأنت تعلم جيدا أن سمير كان يمكن أن يقتلني بلا شك هاني وهو يتلعثم لقد خرقت حتى لا يستطيع سمير أن يثبت علينا أي شيء نظرت إليه نظرة يملأها الشك وعدم تصديق ما يقول قائلة لكنه كان من الممكن أن يقتلني هاني أنا أعلم طباع سمير جيدا فهو لا يستطيع أن يقتل فقر أو حتى مشاهدت أي طائر يذبح قاطعته قائلا بن فعال كيف تقول أنك هربت حتى لا يثبت علينا أي شيء علينا بينما الواقع أنه قد قام بتصوير كل ما حدث بيننا نظر إليها ملتاعا والرعب قد ملأ وجهه قائلا ماذا تقولين قام بتصوير كل ما حدث بيننا وكيف حدث ذلك وكيف لم نشعر به ميسى أنا سيت لقد كنا في نشوة عارمة حتى أننا لم نشعر بأي شيء يحدث من حولنا هاني اروي لي ما حدث بالتفصيل بعدما خرقت ميسى لم يحدث كثير فبعدما خرقت نظر إليه مليا والدمع يتساقط من عينيه ثم غادر الغرفة فقمت على الفور لارتداء ملابسي ثم خرقت فلم أجده في المنزل غاد قرابة الساعتين ثم عاد إلى المنزل مرة أخرى ولم ينطق بأيضا بكلمة فشعرت أنه يدبر لنا أمرا عظيما هاني وماذا حدث بعد ذلك ميسى دخل غرفته وبعد خمس دقائق تقريبا سمعت صوت ارتطام على الأرض فهرعت إلى غرفة النوم لأجده ممددا على الأرض وهو فاقد الوعي تماما هاني هل هذا هو كل ما حدث فقط؟ ميسى نعم هاني ترى أين ذهب وماذا فعل خلال هاتين الساعتين ميسى هذا هو السؤال الذي لم أجد له أي إجابة حتى الآن وإن كنت أشعر أن هاتين الساعتين قد حدث فيهما الكثير هاني هذا أيضا هو ما أشعر به ميسى لما؟ فلم يشأ الله أن يختضح أمرنا فإصابة سمير تجعله لا يستطيع أن يبوح بشيء هاني كم أتألم كثيرا لما حدث له فأنت لا يمكن أن تتصوري أو تتخيلي مقدار حبه لسمير ميسى متعجبة حبك؟ هاني لماذا تتعجبين من ذلك؟ ميسى كيف تقول أنك تحبه وتفعل ما فعلت بزوجته؟ هاني وأنت كيف تفعلين ذلك وهو زوجك؟ ميسى أنت لا تعلم كم العذاب الذي أعيش فيه مع أخيك فأخيك تقريبا عاجز جنسيا قاطعها نعم أعلم ذلك ميسى تعلم؟ هاني نعم منذ فترة أنا أعلم ذلك ميسى بدهشة ومن أين علمت بذلك أنني لم أتحدث مع أحد في هذا الموضوع إطلاقا؟ هاني بل تحدثت مع والدتك ميسى قد ازدادت دهشتها وعصبيتها وكيف ومتى وعلمت بذلك هاني متعمدا استفزازها إهداء قليلا يا ميسى لما كل هذه العصبية؟ هل لما كل هذه العصبية؟ هل أم هي التي أخبرتك؟ ميسى في حنق هل أم هي التي أخبرتك؟ بالتأكيد هي من أخبرك بذلك فمن غيرها يعرف ذلك السر ثم أرضفت بريبة وشك أو أن يكون سمير هو الذي أخبرك مبتسما هاني مبتسما لا تظلمي والدتك أو سمير ميسى إذن كيف عارفت بهذا الموضوع؟ هاني منك ميسى مني أنا؟ قال ذلك وتركها للحظات حائرة متوجسة أحداث طبعا زي ما حضرتكوا شايفين خلص دخلنا في أحداث بقى في منتهى السخونة وأحداث مطلحقة يا ترى هاني يا ترى سمير رحفر خلال الساعتين دول يا ترى إيه اللي حصل أو إيه اللي هيحصل يا ترى موضوع مرضه ده هيحصل فيه إيه إيه اللي هيتم حاجات كتير جدا جدا وأحداث كتير جدا أتمنى من الله أن أنتم تتبعونا في الحلقات المقبلة وإن شاء الله بإذن الله يعني تحوز رضاكم وإعجابكم وأنا شاكر جدا لدفعالاتكم وتعلاقاتكم سواء على الفيس أو على اليوتيوب أو على الاشتجرام أو على التويتر فأنا شاكر جدا جدا لكم على هذه التعليقات ولو لا الله سبحانه وتعالى ثم حضراتكم ما كون هذا العمل كتب له النجاح ولكن هذا فضل الله وأشكركم على ذلك وأشكركم على متابعتكم وإن شاء الله بحب أن أعوى لحضراتكم أن غدا إن شاء الله بدل ما هيبقى فيه لقاء الجمعة فيه بعض الطلبات من الناس أن نعمل بث مباشر يعني للتحدث فيه ناس عايزة تتناقش معنا في أحداث وكلام وحاجات وكده فإن شاء الله غدا بكرة هيبقى فيه إن شاء الله بث مباشر على القناة هنا وعلى الصفحة الرسمية والصفحة الخاصة لأديب محمد النور على الفيسبوك إن شاء الله هيبقى على المنصتين في وقت واحد في تمام الساعة الثامنة مساء بإذن الله إلى هنا تنتهي حلقة اليوم أترككم في رعاية الله وأمنه وسلامتي مع خالص أمنياتي وأرق تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته